فتاة في العشرين من عمرها جميلة تقية وتمتلك أموال كثيرة أرسل رجل بعض معارفه ليخطبوها له فسألتهم عن حاله فقالوا لها هو رجل مقتدر مادية وذا منصب كبير ولكنه مقصر في دينه ويحتاج لوقت حتى يستقيم قالت الفتاة لا أريده كل ما يهمني في الزوج أن يأخذ بيدي إلى الجنة وتكون حياته في الدنيا أعمال خير وصلاح عاد الوفد وأبلغ الرجل بما قالته الفتاة فأخذته العزة وشعر بانكسار شديد فغضب وتوعد وأقسم أنه سيجعلها تجيء إليه راكعة ذهب الرجل مباشرة إلى أحد السحر وقص عليه قصته وأخبره بطلبه فأخبره الساحر بأن تحقيق طلبه سيكلفه مبالغ كبيرة وعندما وافق الرجل على كل طلبات الساحر قال له الساحر عد إلي غدا وفي الغد ذهب الرجل إلى الساحر فقال له لم أستطع فعل شيء مع هذه الفتاة وأنصحك بالذهاب إلى الساحر الذي في آخر الحي فهو أعلى مني ذهب الرجل للساحر الآخر وكما حدث مع الأول حدث معه فقال له لكي يتحقق لك ما تريد اذهب إلى كبيرنا الذي علمنا السحر ثم دله على مكانه ذهب الرجل لكبير السحر وأخبره بطلبه وأنه سيعطيه كل ما يطلب إذا جاءته الفتاة راكعة الذليلة فقال له الساحر موعدنا غدا وفي الغد ذهب الرجل لكبير السحر وفوجئ به يقول له طلبك مستحيل لقد استعنت بأمهر الشياطين وبالمردى ولم يستطع أي منهم فعل أي شيء مع هذه الفتاة لأنها قبل أن تنام تقرأ سورة البقرة كاملة حزن الرجل كثيرا لأنه استعان بالسحر وارتكب كبيرة من الكبائر لإرضاء غروره بدلا من التوبة إلى الله وخرج من عند الساحر يبكي ويرفع يديه للسماء طالبا عفو الله ورحمته يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما